مرحبا يا قهري كيف حالكم اشتركوا محمد بوستايل اليوم ارجعنا في الفيديو جديد كما اشتركوا في الفيديو سوف نتحدث عن هذا التست هذا التحليل الامبادي الذي سوف نشرحه والذي لا يعرفه اليوم سوف نشرحه بالضبط والذي لا يعرفه ولكن لا يعرف كيف يقرأه في هذا الفيديو سوف يصبح لديكم معرفة كاملة سوف تتخرجوا من عندي كلياتكم اليوم تعرفوا كل كلمة مكتوبة بهذه الورقة وماذا يعني دعنا نفصل تفصيل بكل سهولة أول شيء هو التحليل تكوين الجسم يوضح تفصيل الوزن بجسم من عضلات ودهون وماء وهذا يعني نسبة العضلات بجسم نسبة الدهون ونسبة الماء لحتى نعمل على حالنا ونصل الهدف بشكل صحيح هناك طرق كثير لما تعرفت نسبة الدهون بجسم مثل كاليبر كاليبار 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 قارص على أماكن مخصصة بجسم يعطيكم نسبة الدهون تقسموهم على بعض انا عملت فيديو بصراحة عنه على اليوتيوب أبداً يعني مجرد طريقة سهلة بسيطة بالبيت لما تعرفت نسبة الدهون بشكل تقريباً ليس كثيراً هناك تحليل الديكسا سكان الاماراي سكان هذول تحليل بيكونوا أدقة شوي كمان ممكن مكلفين أكتر الهايدروستيريك اللي هي بنزل الشخص تحت الميل حتى يقيزوا نسبة الدهون بجسم أما اليوم نتحدث عنه اللي هو الامبادي تيست اللي بتشوفوه بمراكز الفتنس أو بالجماعات اللي هو الجهاز اللي بتوقف عليه بي اي اي بي اي اي تحليل مقاوم الكهربائي الحيوي الطريقة هي تم رسال ديارات كهربائية عالية التردد ومنخفضة بسيطة طبعاً عبر الماء بجسم من خلال ملامسة أقطاب كهربائية بأيدينا أو بالقدمين لحتى يقوم بقياس المقاومة هذا الشيء يحدد مياه جسم الذي يعرفه من خلاله الكتلة الخالية من الدهون وهي العضلات والأعظام والآخر هذا الأغلبية فيكم عملتوا تستانه منتشر ما شاء الله وينما كان فتعرفوا شو بالضبط شوهين الخطوات لازم تعملوها قبل ما تقوموا بهذا التست اللي ما بيعارف اسمعوني لازم تقوموا بخطوات لحتى تساوي هذا التست طبعاً بخطوات بسيطة انه ما تكونوا آكلين قبل ثلاث ساعات او بالساعتين ما تكونوا شربانين كحول او كفيل خلال 24 ساعة قبل التست ما تكونوا حاطين كريمات على عيدكم او قدمكم تنزعوا الاكسسوارات لا تتحملوا او تمارسوا التمارين الرياضية او حتى تكونوا بساونا قبل هذا التحليل تمام هكذا تجاهزين اللي بتوقفوا على الجهاز تأخذ تقريباً 60 ثانية لا يطلع النتيجة يعني كثير سهري بسيطة عندما تأتيكم الورقة هون صار بقى شغلنا اللي بنا نتحدث عنه اليوم وهو هاي الورقة كيف ننحللها بالتفصيل اول فقرة ركزوا معي مني عطوني انتباهكم حتى نتحدث عن فقرة فقرة وفصلكم معي احنا معك ريس معك وربنا معك احنا معك ريس احنا معك اول شيء من فوق وهي البروفيل تابعكم يعني الاسم العمر تاريخ امتمته بهذا الامبادي تيست لكي تعرفوا بعدين بالترتيب اي امبادي كان اول شيء بالترتيب الفقرة الثانية اللي هي البروفيل تحليل تكوين الجسم بيبين معنى كمية الماء في جسم كامل اللي بعدها كمية البروتين البروتين لبناء العضلات في الجسم وثالث شيء عننا المنرال اللي هي المعادن لتقوية العظام الأخر واحدة اللي هي الفاتماس اللي هي الكتلة الدهنية يعني الطاقة المخزنة في الجسم الفقرة الثالثة اللي هي المس الفاتان اللي هي تحليل الدهون والعضل في الجسم أول شيء عننا الويت اللي هو الوزن مثل مشاهدة هذا الخط يبين معكم اذا كان الوزن جسم عنكم عالي او قليل او حتى نورما طبعا اكيد نحن لا نعتملك على هذا الشيء قراءة بيانية لا يعطيكم إذا جسمكم متناسق او لا التالي هي وزن العضلات بالجسم ثالثة واحدة اللي هي وزن الدهون بالجسم الدهون الكامل اللي هي الحشوية بين الأعضاء تحت الجلد ونحن نتحدث عن وزن الدهون كامل بالجسم بالفقرة اللي هي تحليل البداني يعني تحليل السمنة مهم جدا ركزه أولا سيضعنا اللي هو مؤشر كتلة الجسم حتى يورجينا إذا كان وزن الجسم متناسق مع الجسم او لا فهذا نسبيا أنا لا أعتمد عليه ولا أحد يعتمد عليه لأنه مجرد أرقام لا أريد أن أعلم شكليا أنت متناسق وجسمك جميل ولكن مليان عضل لا أعلم لأنه يمكن أن يكون وزن العضل عندك أكثر وشكلك جميل ولكن بالبوضيماس اندكس أنه وزنك مهم لا كثير تعتمد عليه يعني هو معادلة معادلة هو وزن الجسم بالكيلو تقسيم طولك بالمتر مربع والله العظيم يجب أن يسمح شيئا غريبة وعمل الآن نسبة دهون الجسم يبقى معكم إذا كان نسبة دهون عالية أو قليلة أو نوربال بالنسبة للرجال نسبة الدهون العادية بين العشرين والعشرين هنا تعتبر أن أنت بالجانب الآمن أكثر من العشرين طبعا لأنهم بالسمنة والبدانة يويري طلعني لغلغ لغلغات طلعني طبقات يجب أن تنتبهوا وأن تراجعوا الضيط والتمريد أقل من عشر أنا لا أصح بالنسبة للرجال أقل من عشر نسبة الدهون سيكون قوي إذا لم يكن لديك بطولات لم يكن لديك بطولات لأنه لا يصح ستكون دائما تعبان حسب جسمك يمكن أن يكون جسم متعود على النحافة جسمه نحيف مفصل متعود لأنه لا يوجد من عشر ومن عشر لأنه أفضل نسبة الدهون تكون قليلة تكون جسمك جسمك مفصل صحي لا تشعر أنك تعبان لا يوجد طاعة لا يوجد حيل لأفضل ومن عشر هذا نسبة للصبايا نسبة الدهون العادي النورمال في جسم بين عشرين واثنين وثلاثين فوق ثلاثين بدأت تزيد معناته السمنة وبدأ أن يجب أن تتبهوا على التمرين الآن ننزل إلى الفقرة والسيكشن هناك صورتين نتحدث عن توزيع العضلات والدهون في جسم أول شكل نتحدث عن توزيع العضلات أين أكثر العضلات الموزعة وين يجب أن تركز هذه العضلات قليلة بالصدر يجب أن تركز ويجب أن تركز أكثر الثاني نسبة الدهون في جسم عموما إذا كان بالوسط أو بالأفخاد أو حوالي الذراع يجب أن تركز أين أكثر الدهون أكيد خطر سؤال إذا كان لدي الدهون في البطن أريد أن أروحها ولكن لا أريد أن أروح الدهون الأفخاد يعني كيف يستهدف منطقة الدهون في الجسم لا يحرقها بدون منطقة ثانية لا يحدث هذا يبدأ بداية أو تمرين مع بعض المسألة التي ستتحرق الدهون حسب تكوين جسمك كيف الله خالنا بجينات مختلفة أولا يجب أن تحففني وجه ويجب أن تجد وجه ويجب أن تحفف جسم كامل أخر أو الخواصر بصراحة يجب أن تجد الخواصر ويجب أن تجد دهون يجب أن يعمل أكثر فكل شخص يجب أن تجد لا يوجد أفخاذ يجب أن يستمر حتى يذهب لا يحدث أن يستهدف منطقة البطن بدون المناطق الثانية هذا يجب أن تجد عملية تشفط ليس دايت ولا تمرين وهذا الشكل يمنى نحيف بدون فلتر يتغير مرة جامد الأغلوغ نحفت هذا جيد الحمد لله من يدب دعنا ننتقل الفقرة الأخيرة هي التاريخ تكوين الجسم من الأول إلى آخر يظهر خط بياني إذا كانت نسبة الدون تنزل نسبة العضل تظهر خط بياني تعمل مثل متابعة لتحليل تكوين الجسم العضلات تزيد تقل يجب أن تكون تعمل قبل أن تذهب تجد ما يسمى Lean Body Mass و Fat Free Mass ما يعني هذا؟ Fat Free Mass هي كتلة جسم الخالي من الدهون وهي العضل العضام الدم الجلد بدون الدهون لا يسمى هذا هو Fat Free Mass وهي الكتلة خالية من الدهون ويظهر باقي وزن جسمكم هو الدهون وهو يظهر باقي وزن الدهون أريد أن تنقل على هذا Fat Free Mass وهي وزن جسم بدون الدهون إذا تنزل قليلا تلاحظ ما يسمى BMR وهو معدل الحرق بالجسم ويظهر باقي كم سعر الحرارية خلال اليوم من غير العمل النشاطي ما هو العمل النشاطي؟ يعني إذا يعمل كثير حركي يحرق كثير خلال اليوم يتمرن كثير هذا يعمل فرق فكل ما زاد نشاطي خلال اليوم وأنا رياضي أكثر خلال الأسبوع فالعمل النشاطي يزيد سوف تزيد السعرات سوف تضيف على هذه السعرات ويجب أن تزيد السعرات ويجب أن تنزل فالعمل النشاطي هذا هو الذي تحتاجه خلال اليوم ثم مع العمل النشاطي هذا هو حلقة خاصة سوف تضيف السعرات ومثل سوف تزيد السعرات أو تنقيس السعرات وأن السعرات تنشف من الكالوريز هذا هو الكلام الذي لا نعلمه أو هذا هذا هناك شيء يريد أن يكون كل مركز فتنس أو جيم على الأساس أو جهاز مختلف عن الثاني يمكن أن يكون أجهزة متطورة التي تحسب كمية الماء في جسم أكثر مثل هذه ورقة هناك شيء اسمه وإنترا سلللر ووتر موذ morning and make extra cellular water consent يحتوي على نسبة المية داخل الخلايا موذن إذا نسبة الماء خارج الخلايا يجب أن تعملوا لكي تطلعوا هذه الماء الزائدة في جسم يعني مثل التنبيه أن هناك ماء زائدة في جسم يجب أن نطلعها ولكن طالما بأول واحدة داخل الخلايا لا يوجد أي مشكلة كيف ننتخلص الماء الزائدة في جسم؟ نأكل موز موز بوتاسيوم خضروات نشرب ماء كثيرا خلال اليوم لكي تطلع الماء وشرب ماء لكي تطلع ماء طبعا وزعوا الماء خلال اليوم كله خفف الملح هذا أهم شيء ممارسة الثمانين الرياضية حتى نتخلص من الماء سايدة في جسم كل هذول يساعدكم لكي تتعدلوا هذا النظام وهكذا اليوم لديكم فكرة كاملة عن كيف ينقرأ فضوط على شبتكم تشتغلوا أكثر في جسمكم لكي تتوصلوا له هدفكم هذا كان كيش اليوم بثماني كل فيديو أعجبكم لا تنسوا لك اشتراك للقناة وعملوا الشير للأصدقاء لكي يوصل الفيديو لأكثر العدد من الناس إذا كنت تدريب شخصي وبرامج غزائية تواصلوا معي على الإنستغرام وعلى الواتس أب وحتى ساعدكم الوصول لهدفكم على البرامج الغزائية اللي بيعملها ما حدا بيعملها أبدا لأنه متنوع كثير فما سيكون عندكم ملل بالأكل أبدا إن شاء الله بس تواصلوا معي سواء كان بالتنشيف أو بالتطخيم على فكرة أحبكم كثيرا تكريا خارج سلام